الله كريم الله كريم سعود العبدالله يقول أرجو التوضيح الهلال استفاد يوم فقط أمام العين راحة بدون ملعب تدريب ولكن تضرر أكثر إذا كانت المباراة يوم السبت يقصد فيه مباراة الأهل عماد الآن اليوم أكيد ما تدربوا جوه الصالة أمس أيضا كان تدريب جوه الصالة لأن الدنيا كانت تمطر أمس طيب بكرة بيلعب المباراة أمس عفوا عفوا أمس تدرب الثلاثين تدرب الثلاثاء تأجلت المباراة عايزة يسوي تدريب جوه الصالة الأربعاء بيلعب المباراة الخميس ممكن يسوي استشفاء الجمعة يتدرب ويسافر لجدة يوم السبت يلعب مع الأهلي الأحد استشفاء الأثنين أول تدريب الثلاثاء يلعب مع العين جيسوس لا يستطيع أن يسوي أي تغيير أو تعديل في الخطة نتفق أنه حفظ الفرقة طريقته حفظ ناعبي نادي الهلال أسلوبه فبالتالي ما رح يكون ضرر كبير أنا متأكد كل لاعب هلالي اليوم عارف بل شرب طريقة وأسلوب لعب جيسوس جيسوس هذه قيمته هنا ليس كثير تغييرات كل لاعب حافظ اللاعب اللي بيجانبه كلنا عارفين تشكيلة الهلال اليوم سواء محليا أو آسيويا هذه تساعده حتى هو في الثمارين في الصالة تساعده بشكل كبير ويصلا عارف الطريقة قبل لاعبي بالمناسبة بس أنت الهلال اليوم ينافس على كثير من البطولات وهاي طرح طبيعي طبيع جدا أنه يلعب نشوف ريال مدريد لعب يوم تسعة أربعة مع مانشستر سيتي بعدين لعب مع ميوركا في الدولي الأسباني يوم 13 أربعة بعدين يرجع يلعب مع السيتي 17 أربعة بكرة بعدين يرجع بعد ثلاث أيام يلعب مع برشلونة في مباراة كبيرة جدا في أسبانيا فبالتالي هذه فعلا ضريبة الفريق اللي ينافس بشكل كبير على تحقيق البطولات تؤمن على في نادي الهلال على حفظ اللاعبين بناء على سؤالك حفظ اللاعبين لطريقة تسلوب لعب جسس فبالتالي ما يحتاج كثير من الحصة التدريبية في الملعب الملعب مهم ترى يقولون جاهز للعب كرة قدم لكن هل هو جاهز لمتعة نادي الهلال هل يحب يلعب بالكرة تحت لازم يكون ملعب مميز مهيئ للعبين لتنفيذ طريقة تلعب جسس اللي يؤكد أنهم حافظين هاللاعبين بعيدا عن تمرينه اليوم داخل الملعب أو لا طيب بدر الحجيري طارح وجهة نظر على الهاشتاق يقول المان سيتي في أقوى بطولتين دوري الأبطال ودوري الإنجليزي ثلاث مباريات داخلية وخارجية في ستة أيام هذا الاحتراف والصناعة وعرض الجدول مان سيتي مع أستون فيلا يوم الأربعاء كريستر بلاس مع مان سيتي يوم السبت والريال مع مان سيتي يوم الثلاثاء يعني تسعة أربعة ستة أربعة ثلاثة أربعة في ستة أيام ولعب ثلاث مباريات صحيح هذه قلت لك أنا أبو بادر هذه ضريبة كان ريال مدريد أيضا نفس الكلام يواجه مباريات كبيرة مع الستي ومع برشلونا في ثلاثة في أربع أيام كيف راح دبي؟ راح إسبانيا مع الريال لا أقول راح أبو بادر أقول المان سيتي راح لأبو بادر لعب كاس سوبر ثم نطلع من أبو بادر الرياض ورجع ثاني مرة شوف الجدولة على أرضه وخارج أرضه أرضه وخارج أرضه ما راح لأبو بادر لعب طولة سوبر ورجع ثاني مرة بعدين برجع لجدة